هاجر عدد من الشبان لسيما من سوريا ولبنان إلى الأمريكيتين وكان ذلك بسبب إما ظلم الدولة العثمانية أو لتحسين مستواهم المعيشي أو لتحقيق طموهاتهم فشكلوا هناك الكثير من الروابط الأدبية وحيث كانوا يلتقون هناك ليعبروا عن لواعج أنفسهم ويبينوا حرقة أرواحهم من بعدهم عن الوطن ويعبرون عن شوقهم وحنينهم إلى الأهل والأحبة وقوة الارتباط بالوطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء مشاهدين الكرام في ندوة جديدة لطلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي الذي سنتناول في هذه الندوة الحوارية الأدب المهجري ويسرني أن يكون معي في هذه الندوة الحوارية الدكتور فراس عبد الحليم الموجه الاختصاصي في تربية اللاذقية وأيضا الآنسة بشرى الصفدي المدرسة في تربية السودة أهلا وسهلا ومرحبا بكم كما نجيب على استفساراتكم ونرد على اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية دكتور فراس اتفقنا أن تلقي علينا بعض الأبيات من شعرك تفضل تماما قصة المهجر قصة العربي الإنسان الذي حمل معه روحانية الشرق لينشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع إذا الحب لم يوسع لأبنائنا صدرا فلا عز يستدعى إليهم ولا مجد بني قومنا من كل دين لواءكم تآخ وتوحيد لصف به ودوا أنا الحر لا أرضى لقومي إهانة دمائي فدى الأوطان والدم يحتد رفعنا بروج المجد والعدل لم نخضع وكنا رجالا سيفهم ليس يرتد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا لك دكتور فراس أنيسة بشرة نتعرف بداية على محتوى الوحيد لو سمحت أحييكم طلاب الأعزاء سنتعرف اليوم في هذه الندوة على وحدة الأدب المهجري الغربة والاغتراب وهي تتألف من القراءة التمهيدية التي تعرف بمضمون الوحدة وقصائدها وأيضا تلوها القصيدة الثانية الأولى نص أدبي وطني للشاعر جورج صيدح وقصيدة المهاجر لنسيب عريضة وقصيدة الغاب لجبران خليل جبران والبناء لزاكي قنصل ومن ثم المطالعة وهو درس رسالة الشرق المتجدد لمخايل نايمة نعم عود لك دكتور فراس يعني كما هو معروف في بداية كل وحدة قراءة تمهيدية يعني حبذا نضيء على هذه القراءة التمهيدية وما الفائدة المرجوة منها لطالبنا تماما يعني القراءة التمهيدية هي مدخل إلى الوحدة تعرف الطالب بمضمون هذه الوحدة ليعرف هي الباب الذي يلج من خلاله ليدرك ما تقوم عليه نصوصه هذه الوحدة ومن ثم يمكن أن يفيد منها أيضا في كتابة موضوع التعبير ما الذي نقوله هنا وما قصة المهجر منذ أواخر القرن التاسع عشر نزح كثير من أبناء الوطن العربي ولا سيما سورية ولبنان إلى المهاجر الأمريكية وذلك بحثا عن لقمة العيش أو هربا من جور العثمانيين أو ربما رغبة في المغامرة وإيجاد حياة جديدة وبين هؤلاء كان أدباء وشعراء أمدوا دوحة الأدب العربي بفرع النظير دعي الأدب المهجري وعلى الرغم من أن هذا الأدب نشأ خارج وطنه إلا أنه كان شديد لالتصاق بوطنه الأم يفوح منه شذل عروبة وروحانية الشرق ومن أبرز الموضوعات التي تطالعنا في الأدب المهجري الحنين والغربة البؤس والشقاء وكذلك القومية والإنسانية وقد برزت فيه مدرستان الرابطة القلمية في الولايات المتحدة الأمريكية في المهجر الشمالي والعصبة الأندلسية في المهجر الجنوبي وظهرت في فترة متقاربة في مطلع القرن العشرين وقد اتصف أدباء المهجر الشمالي بالبعد بالتحرر من كل تأثير للقديم وكان لكتاباتهم أثر كبير في الأدب العربي وفتحوا المجال أمام أقلام المشارق لتكتب أدبا لا يستعبده التقليد يعنى بالفكر والمعاني العظيمة ولا يتقيد بالسفاسف على حين أن نتاج أدب العصبة الأندلسية غلب عليه الديباجة العربية غلب عليه الديباجة أو نفثات القومية الحماسية والنزعة العربية الخالصة وجرى الأدباء فيه على إحياء الديباجة العربية والجزالة اللفظية واستمد وحيه في الإطار العام من الواقع العربي كيف لا وقد وجدوا أنفسهم بين أقوام لا يفوقونهم حضارة فكان ذلك دافعا إلى التباهي بماضيه من المجيد وبأجدادهم ولم يتيسر ذلك في المهجر الشمالي فقد هالتهم الحضارة الأمريكية لذلك أخذوا رغم إعجابهم بهذه الحضارة ينددون بالقيم المادية ويتباهون بروحانية الشرق السماوية نعم إذن باختصار القراءة التمهيدية يمكن الإفادة منها أو تعتبر هي البوابة للدخول في الوحدة الكاملة يستطيع الطالب من خلال هذه القراءة التمهيدية أن يتعرف على الوحدة بشكل عام وقد أيضا يعلق في ذهني بعض الكلمات بعض الجمال بعض العبارات التي يمكن أن يوظفها في كتابة التعبير إذن هذا ما يمكن أن يستفاد منه الطالب سواء كان في مقدمة الموضوع أو في حشو الموضوع بالإضافة إلى فهمه العام للقصائب نعم آنسة بشرة نبدأ بالقصيدة الأولى قصيدة وطني للشاعر جورج صيدح ندرسها من حيث البنية الفكرية قصيدة وطني للشاعر جورج صيدح شاعر سوري مهجري الشاعر الرحالة الذي حمل عبق دمشق بين جناحيه وطوف به العالم ينتمي إلى العصبة الأندلسية من شعراء المهجر الجنوبي عانى من آلام الغربة ترك خلفه الأهل والأحبة حتى بات ينقسم انقساما صعبا عن ابتعاده عن هذا الوطني الحبيب حتى أنه بدأ قصيدته مناديا في المقاطع الثلاثة وطني 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 أراد أن يبين لنا حضور الوطني في وجدانه تقول قصيدته وطني أين أنا ممن أود أو ما للحظ بعد الجزر مد ما رست حيث رست فلك النوى وطني أين أنا ممن أود نعم أو ما للحظ بعد الجزر مد نعم ما رست حيث رست فلك النوى لو أباح لي في الدفة يد نعم غاب خلف البحر عني شاطئ كل ما أرقني فيه رقد فيه ربعي فيه جنات جرت تحتها الأنهار والرزق جمد فيه مر العيش يحلو وأرى في سواه زبدة العيش زبد نعم وأرى في سواه زبدة العيش زبد يكفي بهذا القدر يعني طبعا أنت بدأت بالقراءة طبعا هذه القراءة يبدأ أي مدرس في صفي بعد أن يمحد للتعريف بالشاعر الدخول في النص يعني مدخل النص ومن ثم يقرأ قراءة جهرية صحيحة معبرة نعم ولا يستطيع الطالب أن يفهم القصيدة دون قراءتها مرة أو مرة طبعا بشرط أن تكون قراءة صحيحة نعم نعم يعني هذا ما كنا نتحدث به قبل قليل قراءة الاستماع ما الفائدة من قراءة الاستماع دكتور فراس نعم تماما لا بد من قراءة الاستماع في المرحلة الأولى لنشد اهتمام الطالب إلى موضوع الدرس ولا بد أن يعلم أنه بعد هذه القراءة لا بد أن يسأل حتى يركف لأن هناك فرقا بين السمع والاستماع تمام فالاستماع هو فعل مقصود حتى إذا انتهينا من ذلك انتقلنا إلى قراءة الجهرية وكما قلنا إذا كانت القراءة معبرة أيضا شدت الطلاب نحن نشدهم ربما من نظرة العيون من لحجة الصوت من هذه المبرة تلوين الصوت نعم التلوين الصوت يجذبهم يوحي لهم هناك قراءة ضمن القراءة هذا ما ينبغي أن ندركهم نعم نعود لك آنسة أبو إشرا لو سمحتين أكمل نحلل الأبيات أو نشرحها بداية نشرح المفردات الغريبة هناك كثير ما تمر معنا مفردات نعرض الأبيات لو سمحتوه مثل الجزر والمد وهو الجزر نقيض المد وهو حالة جاذبية الأرض للقمر أيضا لدينا الفلك وهي السفن أباحو سمحو أيضا مفردات كثيرة تمر معنا لو سمحت أنسي بشرا يعني من البيت الأول وطني أين أنا ممن أود يعني مثلا كلمة أود بمعنى أحب أو أرغب أو ما للحظ بعد الجزر مد هنا يحدث الشاعر ويتساءل إلى متى سأبقى هكذا أين أنا من الذي أحبه وأريده ألا يسعفن الحظ في العودة إلى وطن الحبيب نعم وأيضا نستطيع أن نضع الفكرة الفرعية لهذا البيت بتمني العودة ومناجات الحظ في ذلك يعني ممكن نقول شوق الشاعر في العودة أو فوق الشاعر في العودة حنين الشاعر في العودة إلى الوطن حظه العاثر نعم نعم نحن لا نتقيد أحيانا بفكرة معينة يعني ربما البيت ربما يتسلي أكثر من فكرة من هذا تختلف الفكر الفرعية نعم ولكن مع الحفاظ على المعنى الحقيقي للبيت نعم تماما طلوب للبيت ما رست حيث رست فلك النوى لو أباح لي في الدفة يد لو كان الأمر بيد الشاعر ما كان جاعلا هذه السفن ترسو في الغربة لكان عاد إلى وطنه وهنا يوضح الغربة القسرية حيث ترك بلاده عنوة نعم يعني ما توقفت هذه السفينة التي أبعدت الشاعر عن وطنه في المكان الذي يريده نعم الذي وصل إليه لو كان الأمر بيده لو كان بيده قيادة هذه السفينة نعم كما قبضان السفينة لم ترسو السفن حيث ما رست الآن غاب خلف البحر عني شاطئ كل ما أرقني فيه رقت غياب البحر شواطئ الوطني عن ناظري الشاعر وهذا ما أرقه وهنا نستطيع أن نضع الفكرة معاناة الشاعر بابتعاده عن الوطن يعني ممكن هنا نتوسع قليلا أنيسة بشراء يعني غاب خلف البحر عني شواطئ يعني الشاعر فارق وطنه يعني شواطئ الوطن وخفيفي الوطن بسبب المعاناة الأكبر والأكثر في بلاد الغربة معاناته في الغربة أصبحت تفوق تلك المعاناة التي عاناها في الوطن تمام لذلك هدأ واستقر فيه ربع فيه جنات تحتها الأنهار والرزق جمت هذا الوطن المملوء بالطبيعة الجميلة بالخيرات الكثيرة لكن الرزق أو تحصيل الرزق فيه صعب لذا غادر مجبرا بحثا عنه عن الرزق يعني ترك أهله وهنا تظهر لوافع الهجرة في هذا البيت ترك أهله وترك الأحبة والخيرات الكثيرة ولكن لا حظ له في هذه الخيرات لأن الخيرات مسلوبة وممكن أن يكون هذا جاهدا في تعبير لوافع الهجرة أو توضيح أسباب الهجرة أيضا فيه مر العيش يحلو وأرى في سواه زبدة العيش زبد جمال الغربة ورفاهيتها لا يعوض عن قسوة أو مر الحياة في الوطن فالشاعر يفضل مر العيش في وطنه وقساوة العيش وكل ما يعانيه على أن يكون في رفاهية في بلاد الغربة نعم يعني مرارة العيش في الوطن أطيب أو خير من نعيم نعيم الغربة هو عبارة عن زبد يعني لا قيمة له يعني لا طعم للحياة بعيدا عن الوطن أي متعة خارج الوطن متعة زائفة مؤقتة أشبه هي أشبه بتلك الفقاعات التي سبعان ما تتلاشى تماما نعم نستطيع أن نضع الفكرة الرئيسة لهذا المقطع مأساة الشاعر في ابتعاده عن وطنه والتوق للعودة نعم وأيضا مثل ما ذكرنا سابقا قد تختلف الفكرة الرئيسة لكن تحفظ على المضمون العام للأبيض تماما في مقطعه الثاني وطني ما زلت أدعوك أبي وجراح اليطم في قلب الولد هنا نلاحظ ابتعاد الشاعر عن وطنه كحالة من اليطم وهذا اندل يدل على تعلق الشاعر الكبير بوطنه وهنا نستطيع أن نضع فكرة الشعور باليطم من فراق الوطن نعم ممكن هنا عندما يقول وطني ما زلت أدعوك أبي يعني هنا يدل على شدة التعلق والانتماء بهذا الوطن كتعلق الولد بأبيه وعند غياب يصبح يتيما نعم إذن هنا بعده عن وطنه أصبح يتيما فلذلك هذا يدل على شدة التعلق والانتماء إلى الوطن يعني اليوم إذا أردت أن أنتسب وأن أتفاخر أنتسب إلى أبي أنا ابن فلان نعم فالشاعر هنا ينتسب إلى الوطن تماما يعده بمنزلة الأب هذا هو الانتماء أنت ابن من أيها الفتى أنا ابن فلان أنا أنتمي إلى فلان وهنا ما زلت أدعوك أبي يتخيله أو يشخصه في صورة الأب دليلا على التعلق والانتماء والمحبة نعم فضل يا نزي بشرا ما رضيت البين لولا شدة وجدتني ساعة البين أشد بابتعاده عن وطنه عانى الأمرين رغم مرارة العيش فيه والشدة تحمل القسوة ليغادر هذا الوطن نعم يعني دعيني أقف فقط أنا أؤكد ما تقولين هو آنسة بشرا يعني عندما يقول ما رضيت البين لولا شدة ومعنى البين البعد الشدة هي ضيق العيش الظروف الحياة الصعبة ما رضيت البين أنا يعني ما رضيت أن أبتعد عن وطني وأفارق هذا الوطن لولا ظروف الحياة الصعبة هي التي أجبرتني على ذلك وجدتني ساعة البين وجدتني متماسك صابر على ذلك نعم يعني على مبدأ الظرف الصعب أجبرني على أجبرني على مغادرة البلد أصعب يعني ما الذي أجبرك على المر الأمر منه أصعب نعم 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 تفضل فتجشمت العنى نحو المناوطة قاضان الغنى عمر النفذ نعم لقد تعبت العنى وهنا التعب لقد تعبت كثيرا في سعي لتحقيق أمنياتي خارج وطني مهاجرا رغم أنه أمام جاهل الغربة وعانى في تحصيل رزقه فنفذ عمره بحثا عن الرزق والغنى والثراء ولم يحقق ذلك نعم إذا نفذ عمره دون أن يحقق مطالبه مطالبه في القربة يعني فتجشمت العنى أي كلفت نفسي فوق طاقتيا تماما يعني وعانيت الكثير من أجل تحقيق الأمنيات لكن العمر انتهى وخلص دون أن أصل صور مظاهر المعاناة في القربة يصورنا الدوافع الكامنة أسباب الهجرة التي يعني يسعى مراء أمنياته من أجل تحقيقه نعم هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد؟ هل يعلم هذا الدهر فعلته التي قام بها عندما غادرت بلدي تاركا هذا الوطن وما زال ماثلا في وجداني وقلبي؟ يعني يعتبر أن الوطن بمثابة الروح وبعده عن هذا الوطن تفقده الروح كحالة جميل جدا وتخيلوا يعني قد يستطيع المرء أن يعيش بعيدا عن أبيه لكن هل يستطيع الجسد أن يستمر بلا روح؟ هنا النقطة هنا النقطة المهمة انفصال الشعر عن وطنه كالموت أو كفراق الروحي للجسد أيضا يعبر عن قوة الانتماء قوة الانتماء وارتباط بالوطن يعني يتشابه فكرة هذا البيت مع البيت السادس وطني ما زلت أدعوك أبي إذن قوة انتماء قوة ارتباط بالوطن نستطيع أن نضع الفكرة الرئيسة للمقطع الثاني أثار الغربة في نفس الشاعر عمق الانتماء والتعلق الشديد بالوطن تمام نراه في المقطع الثالث يعيد ويكرر وطني وطني حتى ما ترتد الصبى دون أن تحمل من سل ما يرد قسما لو لا أنيني ما اهتدى لسريري طيفها لما وفد زار الماما فما ملت إلى ضمه حتى تجافى وابتعد نلاحظ قسوة المحبوبة هنا يناجي المحبوبة يتمنى أن تعود الرياح بأخبار من هذه المحبوبة وتطمئنه عنها لكن أناته وعذابه الشديد جذب طيف المحبوبة ولكن أيضا طيف المحبوبة كان يجافيه ما أن اقترب منه حتى أراد أن يضمه ويحتضنه ويستعيد أجمل ذكرياته حتى فر هاربا منه نعم دعيني أعقب على ذلك يعني وطني حتى ما ترتد الصبى إذن الصبى هي الرياح القادمة من الشرق من الوطن يعني هو في حالة انتظار معاناة ينتظر أخبار المحبوبة نعم إذن هو في حالة انتظار دون أن تحمل من سل ما يرد يعني إذن هو ينتظر أخبار المحبوبة يعني وهذا يدل على شوق الشاعر الكبير لهذه المحبوبة لاحظي عندما يقول قسما لو لا أنيني مهتدى يعني كثرة التوجع وصوت التوجع هو الذي جعل طيف المحبوبة يتبع هذا الصوت حتى وصل إلى سريره وهذا يدل على شوق الشاعر للمحبوبة ثم يقول زار الماما أي للحظات قصيرة فما ملت إلى ضمه حتى تجافى وابتعد إذن عندما أراد أن يعانق هذا الطيف ابتعد عنه مجافيا له تماما إذن فكرة المحبوبة وجفاء طيفها نعم إذن الآن أجمل يعني الفكرة الرئيسة لهذه المقاطع بفكرة عامة كما تفضلت كل المقطع يبدأ فيه الشاعر بوطني طبعا هنا يعني نداء نداء يظهر شدة الانفعالات في معاناته وغربته عن هذا الوطن الحبيب فكرة المقطع الأول يعبر فيه عن معاناته في بلاد الغربة أو في المنجاة مأساة يعيشها في الغربة تماما الفكرة ثانية الفكرة الرئيسة للمقطع الثانية يمكن أن يقول عمق الانتماء نعم معاناة الشاعر وقوة انتماء أو عمق انتمائه مظاهر هذا تماما مظاهر الانتماء تمام أما في المقطع الأخير يعني معاناة الشاعر من شوقه للمحبوبة أو من البعد عن المحبوبة إذن الآن دكتور فراسي يعني الآن سبشرة وضحت لنا دراسة كاملة لمعاني هذه الأبيات يعني لو انتقلنا إلى البني الفني دكتور كيف ندرس هذه الأبيات من الناحية الفنية ندرس بها طبعا لا بد أن يتفق الشكل والمضمون وإنصال المضمون لا بد أن يكون بشكل جذاب يجذب الطالبة ويبين له مكامن الجمال في هذا النص يأتي السؤال الأول في المستوى الفني تتوزع الجمل الخبرية بين فعلية واسمية في البيتين الثالث والرابع صنفها في جدول وفق الآتي لا بد أن ندرك في المقام الأول أن الفعلية تفيد التغير والحركة على حين أن الاسمية تفيد السبات وإذا منتقلنا إلى البيتين الثالث والرابع نلاحظ ما يأتي في البيت الثالث يقول غاب خلف البحر عني شاطئ لدي هنا كما ترون جملة فعلية والفعلية تعني التغير والحركة وكما ترون هذا الشاطئ كان ظاهرا وأصبح الآن غائبا فهو لم يعد على حاله وهذا الغياب تحقق شيئا فشيئا ومن ثم لو دخلت إلى دلالة الفعل في هذه الجملة الشاعر استعمل هنا الفعل الماضي ما هي دلالة الفعل الماضي؟ الفعل الماضي يأتي للدلالة على التحقق فهذا الغياب تحقق غياب الشاطئ وراء أمواج البحار أمر تحقق فتوارى وتوارى محتضنا كلما كان يشغل بال الشاعر ويبعد النوم عن جفنين لو أتيت إلى البيت الرابع يقول جرت تحتها الأنهار أيضا هنا لدي جملة فعلية أخرى وهذا جرت تحتها الأنهار هذه الفعلية أيضا ماذا أفادت؟ أفادت التعبير عن حركة هذه الأنهار وعدم استقرارها تماما وعدم استقرارها وهذا الجريان أيضا أمر تحقق إذا أخذت في منظور دلالة الفعل الماضي ماذا بشأن الجمل الإسمية؟ يوجد جمل إسمية مثلا فيه ربعي فيه جنات جرت هنا يوجد ثبات لكن ثبات ماذا؟ هو ذهب بعيدا هاجر لكن يذكر صورة وطنه ودائما في صورة الوطن تلازم هذه الصورة صورة الربوع، صورة الأهل، صورة الجنان، الأنهار، أرياض إذن ثبات ملازمة الربع والجنان لصورة الوطن في ذهن الشاعر عندما يسأل الشاعر ما هو وطنه؟ يقول كذا وكذا وكذا فهذه هي الملامح الثابتة في ذهنه إذن ثبات ارتباط الربع والجنان بصورة الوطن في ذهن الشاعر هذا بالنسبة للسؤال يعني فقط أنا أذكر دكتور فراسي أنه دللت الجملة الفعلية والإسمية أو كما قلنا أنه الفعل الماضي يدل على التحقق الفعل المضارع يدل على الاستمرار والأمر يدل على الحث أو على الطلاق الجملة الإسمية أو الإسم يدل على الثبات تماماً يعني الفعلية إذا أبدتها بالمجمل التغير والحقق إذا فصلت في الأفعال ندخل في الماضي والمضارع والأمر وكذلك إذا لجأت إلى الإسمية فالإسمية تفيد معنى الثبات والديمومة كما تفضلت حضرتك إذا انتقلنا الآن إلى السؤال الثاني استخرج من المقاطع السابقة ثلاثة أساليب إنشائية متنوعة ثم بيّن خدمتها للتعبير عن المناخ الانفعالي الأكثر حضوراً في النص كله دكتور فراس عفواً للمقاطعين دعني فقط أذكر بالأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري الأسلوب الإنشائي أمر نهي استفهام تمني نداء الأسلوب الخبري طبعاً جملة تحت من التصديق أو التكذيب ولدينا الابتدائي والطلبي فيه مؤكد واحد والإنكار فيه أكثر من مؤكد تفضل تماماً كما تفضلت الأسلوب الإنشائي إذن الإنشاء الطلبي لدينا الأمر أن نهي الاستفهام النداء التمني ويوجد أيضاً إنشاء غير طلبي يتمثل في المدح والذن والتعجب والقسم والترجي لو أتينا إلى البيت الأول يقول وطن نلاحظ هنا أنه استعمل إنشاء طلبي بصيغة النداء وإلى ما خرج هذا النداء تخيل الشاعر يقف في موقع آخر من هذا العالم ويخاطب هذا الوطن يحاول أن يقرب المسافات بينهما إذا كان قد غاب عن نظره فهو لم يغب عن قلبه لذلك تجد النداء هنا قد خرج إلى معنى التودد أو التحبب أو التقرب يعود فيقول أين أنا ممن أود انتبه إلى أنه يعني أخذ يعقب إنشاء بإنشاء آخر طبعاً هذا يدل على شدة الانفعال انتقل من النداء إلى الاستفهام تماماً إنشاء أيضاً هو الآن إنشاء طلبي وصيغته الاستفهام لكن ماذا أفاد أين أنا ممن أود وكأنه يستنكر وكأنه يعبر عن حيرة أين أنا ممن أود ربما رأيته يعبر عن المعاناة عن الحسر عن الندم كل ذلك يمكن أن أقرأه في هذا في هذه الجملة أو في هذا التركيب أوما للحظ بعد الجزر مد أيضاً استفهام آخر وكأنه يعبر عن شيء من الأوما للحظ وكأنه يعني يعبر عن استنكار حظه أو يعني يعبر عن التطرع إلى تغير هذا الحظ لديه يأمل في أن يتغير هذا الحظ يتابع الشاعر فيقول في البيت قبل أن ننتقل دكتور فراسي يعني الآن توالت أساليب إنشائية تماماً يعني الآن حضرتك بيّنت دلالة كل نوع من هذه الأنواع ولكن عندما يكثر الشاعر من الأساليب الإنشائية إلى ماذا يشير ذلك؟ دلالة الإنفعال الإنفعال الذي يسكنه ليس في وضع نفسياً مستقر تماماً حالة عدم الاستقرار تماماً لذلك هنا الشكل كما قلنا يعني يتضافر مع المضمون لإظهار هذه الحالة إذن هو في حالة عدم استقرار حتى من المعنى وطني أين أنا ممن أود؟ أو ما للحظ بعد الجزر مد؟ يعني لح من خلال القراءة تلاحظ أن هناك في احتدام بالمشاعر تماماً تماماً يتابع فيقول هل در الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحاً عن جسد تجد أنه هنا أيضاً يعبر عن الاستنكار حتى ما ترتد الصبر دون أن تحمل من سل ما يرد حتى ما ترتد الصبر هنا يشعر يشعرنا بالحنين يحبه أيضاً عن خيبة الأمل حتى ما ترتد الصبر دون أن تحمل من سل ما يرد في البيت الحادي عشر يدخل في نوع آخر من الإنشاء هو الإنشاء غير الطلبي من خلال صيغة القسم وهو يقسم هنا والقسم على أن هذا الخيال خيال المحبوب أو طيف خيال المحبوب ما كان ليهتدي إلى مرقده لولا ما يصدر عنه من توجع وألم نلاحظ أن هذا القسم أفاد في التعبير عن معاناته ولو أتينا إلى بمعنى المناخ الأكثر حضوراً لوجدناه يتمحور حول هذه المعانات في غربته بعيداً عن الوطن لو سألنا أنفسنا أو لو انتقلنا إلى السؤال الثالث السؤال الثالث في المستوى الفني يقول ما الضمير الذي أكثر الشاعر من استعماله في النص وما علاقة ذلك بالنص نعود إلى النص فنراحظ أنه استعمل ضميراً بشكل أكثر من غيره عندما بدأ بوطني هنا الوطن نسبه إلى نفسه أين أنا أود أباح لي لي أرقني أرى وأرى في سواه أدعوك أبي رضيت ما رضيت وجدتني نلاحظ كثرة استعماله لضمير المتكلم ما علاقة ذلك بالنص دائماً ضمير المتكلم يحبّر عن الذاتية عن التفرد ولربما كان هنا له دور كبير في التعبير عن المعاناة في التجربة الشعورية لدينا اتصال محمود اللاذقية تفضل يا محمود هل أنت معنا محمود يبدو أن الخط قد انقطع إذن تماماً هو أكثر من استعمال ضمير المتكلم لما؟ لأنه أدل على الذاتية وعلى عمق المعاناة في التجربة الشعورية ونحن نقف هنا أمام معاناة طلبوا مننا أيضاً في السؤال الرابع استخراج التشخيص الذي استعمله الشاعر ووظيفته في تجلية المشاعر وتدفقها لو نظرنا إلى البيت السادس وجدناه يقول وطني ما زلت أدعوك أبي إنه يشخص الوطن في سورة الأب وطبعاً هذا له دوره في التعبير عن الانتماء والتعلق فالمرء محب لأبيه وإذا أراد أن يتباهى يقول أنا ابن فلان فهنا الشاعر إذن يعلن انتماءه إلى هذا الأب يعلن تعلقه محبته إخلاصه محبته نأتي بعد ذلك إلى السؤال الخامس أكثر الشاعر من استعمال الطباق استخرج من النص مثالين على ذلك ثم ذكر وظيفته في قدمة المعنى وفق الجدوى طبعاً هم أتوا لنا بمثال وذلك في سبيل أن نحاكي هذا المثال في الإجابة فمثلاً لدينا طباق جبت وجمد في قوله الشيء عاد لنا محمود من اللاتقية محمود تفضل أصحب الله وأوقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً بك يا محمود تفضل يا محمود أود أن أسأل سؤال بخصوص تحرير النص الأدبي نعم الذي تعودنا عليه منذ الأول السنوي وتتابعنا فيه حتى الوصول إلى الصف الثالث السنوي نعم بعض يقول أن في الفرع العلمي لن يأتي هذا التحرير أود أن أقذ رأيكم بهذا الشيء نعم هل من سؤال آخر يا محمود وبخصوص الموضوع الأدبي أيضاً نعم هل يمكننا أن نأخذ أبيات خارجية خارج الكتاب يعني طيب هل من سؤال آخر شكراً لا أهلاً وسهلاً فقط أجيبه دكتور فراس أجيب محمود مباشرة بالنسبة إلى تحرير النص أو أي موضوع هذا في التوصيف الوزاري يعني ممكن أي موضوع من هذه الموضوع يمكن أن يرد في الامتحان لأننا قد تناولناه في الصف العاشر والحادي عشر فلذلك نحن مطالبون به أما بالنسبة للموضوع الأدبي يقول أبيات خارجية فإذا كانت من الكتاب غير أبيات القصيدة فهو صحيح ويقبل أما في نص الموضوع لو عدنا إلى نص الموضوع نقول من كتابك المقرر يعني الأبيات تكون من ضمن كتاب الطالب هذه الأبيات التي يمكن أن تقبل في الموضوع الأدبي يعني أتمنى أن تكون قد وصلت للإجابة نعم دكتور فراس تماما طبعا في القصيدة يقول الشاعر في القصيدة يقول الشاعر فيه فيه مر العيش يحدو طبعا همس تشهد ببيت فيه ربعي فيه جنات جرد تحتها الأنهار ورزق جمد نعم فأتى هنا بالمثالين جرت وجمد مثالا على الطبع ما وظيفة هذا الطبع أنا عندما آتي بالطبع آتي بكلمتين متضادتين لأظهر من آتي بهما بهتين الكلمتين لأظهر من خلالهما فكرة أرمي إليها فهو ما الذي أراده هنا أراد أن يظهر معاناة الشاعر من خلال المقارنة بين وفرة الخيرات من جهة وانقطاع وانقطاع رزقه من جهة ثانية نتيجة لنهب المستغلين لو أردنا أن نحاكي ذلك ونأتي أيضا بمثال آخر وآخر لدينا فمثلا في البيت الأول ماذا قال في البيت الأول قال وطني أين أنا ممن أود أو ما للجزر بعد الحظ مد فأتى بهتين الكلمتين المتضادتين الجزر أو ما للحظ بعد الجزر مد مد تماما فالجزر هو انحسار حظه بينما المد هو الشيء المعاكس فماذا أراد الشاعر هو يرغب لديه الرغبة في تغيير هذا الحظ من خلال المقارنة بين الحظ الذي يعاني منه وهو الحظ ظلم حسر والحظ الذي يرغب إليه تماما ويتطلع نحوه يعني ربما أنا أنظر له من جهة أخرى دكتور فراس يعني الجزر والمد الجزر هو انحسار الماء اتجاه الداخلي هو يعتبر نفسه عندما سافر يعني ترك الشاطئ وسافر يعني مثل ومثل الجزر فلذلك هو يعني يترقب عودته مثل المد عندما يعود إلى الشاطئ جميل جدا طبعا القراءة مفتوحة وهذا من جمالية قراءة البيت الشاعري لو كان مغلقا على معنى ربما فقد كثيرا من الألق ووظيفتنا هنا أن نسلط الأضواء على ما يمكن أن تتشي به هذه التراكيب هي تراكيب قليلة لكن ضمن القراءة قراءة يعني نتخلى من جمود معاني الأبيات يعني نتوسع بها ونعطيها حرية أكثر تماما الجريان بعد الجمود مع الهفاظ على المعنى الحقيقي المقصود تماما الجريان بعد الجمود كما يعني طالعون من خلال المثال الأول للطباق جرت وجمد فلماذا إذن تماما فلندع الأمور تجري ونتخلى عن هذا الجمود نعم دعني دكتور فراسي يعني يكفي هذا القدر من الدراسي يعني أنتقل لك يا هانسة بشرة يعني أنت مدرسة في الصف يعني الآن بعد أن درسنا هذه القصيدة من حيث البنية الفكرية والفنية ووقفنا على كل تفاصيلها في نهاية كل قصيد أو في نهاية كل درس أحيانا تذكير في درس قواعد تطبيقات لغوية نعم كيف نطبط ذلك في آخر الكتاب توجد لدينا قواعد عما درسه الطالب في السابق تذكير لما درسه في الصفوف السابقة نعم في مرحلة سابقة قد يكون هناك بعض الطلاب من يتذكرونها وقد يكون بعضهم بحاجة إلى إعادة تذكير ليست أبحاث كامل وإنما هي تذكير فقط تذكير لأنها مرت في مراحل سابقة بشكل مفصل مرت معنا هنا التطبيقات اللغوية عن الصفة تدرس القاعدة كما وردت في الكتاب وتوضح وتطبق على النص الذي أمامنا وقد تكون التطبيقات ليست فقط من غمن الأسئلة التي وردت في التطبيقات فكثير من الطلاب يستطيعون تطبيق هذه القاعدة على كثير من أبيات القصيدة ليس فقط هنا ما دعنا نأخذ معرفة الصفة سواء كانت مفردة أو جملة ينترك مهارتها فهو قادر أن يطبق أينما وردت في أي قصيدة أو في أي مجال أو في أي مكان الصفة تنقسم إلى اسم المفرد ولا أقصد بالمفرد أن يكون عددا مفردا إنما هو اسم المفرد للتمييز بينه وبين الجملة قد تأتي جملة فعلية وجملة اسمية هنا في المثال الوارد غاب خلف البحر عني شاطئ كل ما أرقني فيه رقت الجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر والجملة الفعلية هي التي تتكون من الفعل والفاعل على اختلاف أنواعه سواء كان ماض أو مضارع أو أمر شاطئ هنا هي الكلمة التي نريد أن نضع لها الصفة جملة اسمية في محل رفع صفة شاطئ قد تتعددوا تقصدين الجملة كل ما أرقني فيه رقت كل ما أرقني فيه رقت هذا الشطر دكتور في رأس اختصاصك في النحو هنا أكثر من جملة نعم كل ما أرقني فيه رقت الشطر كامل هو في محل رفع صفة كله هي المبتدأ وأين إذا بحثنا عن خبرها فهو جملة رقت نعم 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 لدينا جملة كل ما أرقني فيه فيه إلى من يعود هذا الضمير طبعا يعود إلى كلمة شاطئ وشاطئ النكر والجملة التي تعود إلى نكر صفتي ما المبدأ في ذلك ببساطة لأنك لو أردت أن تعود عن أي جملة بمفرد لكان هذا المفرد نكرة فبما أنني لا أستطيع أن أغير من طبيعة الجملة فإنني أستطيع أن آتي قبلها بنكرة ليتحقق التطابق نعم وهذا هو المغزق قد تأتي الصفة مفردا فهناك تطابق بين الصفة والموصوف وأيضا نعد الصفة من التوابع فيجب أن تدفع الصفة للموصوف وتطابقه بالإفراد والتثنية والجمع والتنكير والتعريف وعلامة الأعراب وقد تتعدد الصفة لموصوف واحد نعم إذن الصفة تطابق الموصوف بالإفراد والتذكير والتثنية والجمع أو التعريف والتنكير والتذكير أو التأنيس والعلامة العربية وأستطيع أن أختصر أن أقول تطابق في التعريف أو التنكير وفي الجنس أي التذكير أو التأنيس تماماً التذكير أو التأنيس وفي العدد أي في الإفادي أو التثنية أو الجمع والعلامة العربية وفي الإعرار طبعاً أنا هنا ليتحفظ على هذا المصطلح أفضل أن أقول في الإعرار في الحالة العامة فإذا كان هناك تطابق في العلامة قلت ذكرت ذلك وإلا يبقى مثلا التطابق في الرفع أو النصب أو إلى آخره هو الأسلم فمثلا لو قلت جاء الطلاب المجتهدون هنا التطابق لم يحدث في العلامة لكن هناك تطابق في الرفع إذا قلت جاء الطلاب الأذكياء لا بأس إذا قلت حدث التطابق في علامة الإعراب فالتطابق في العلامة ليس بالضرورة أن يتحقق لكن التطابق في الإعراب هو الأمر الأكيد على كل حال هناك أمر بسيط قد تطابق الصفة مع الموصوف في حالة بسيطة إذا كان الموصوف جمعا غير العاقل يجوز أن يُعامل معاملة المفرد المؤنث عندما أقول مثلا الجبال الراسية الجمع والراسية مفرد نعم نقول أكرر لأن الموصوف جاء جمعا لغير العاقل يجوز أن يُعامل معاملة المفرد المؤنث وكما قلت جملة الصفة طبعا يعني هو كما متعرف بعد النكرات صفات ولكن القاعد تقول بشرط أن يكون في الجملة ضمير يعود على الموصوف والموصوف النكر على كل حال دكتور فراس يعني ننتقل الآن من بعدما أنهت لنا الصفة الآن سبشرة إلى قصيدة الجديدة وهي بعنوان المهاجر للشاعر نسيب عريضة تفضل تماما قصيدة يعني بعجالة دكتور فراس نوضح معاني هذه القصيدة لدينا الآن نص للشاعر الكبير نسيب عريضة شاعر الحيرة الأول هذه الحيرة التي تطالعنا منذ بداية نصه وهو يتساءل أحواضر الغرب تقصد أنبواد العرب لكأننا به قد هاجر إلى الغرب لكن روحه ما تزال تهيم في ربوع الشرق وفي كل مرة تهب فيها الأرياح ناشرة عطرها وكأنها عروس تنشر الطيب حيثما حل يستحضر فيها نسائم بلاده فتنطلق من صدره زفرات تدل على مدى ألمه وهو مبعد يشعر بالعجز وقلة يعني الرياح التي يشتمها في بلاد الغرب تذكره برائحة الشيح في الصحراء العربية في بلدي عندئذ تنطلق هذه الزفرات المليئة بالآلام والهموم لتعبر عن أحزانه وبعد عن الوطن تماما يتدفق شلال ذكريات حينها وما كان لغلته أن ترتوي إلا من ماء الوطن لذلك يقول وليس يرويك إلا نهلة طبعا هنا لدينا اسلوب قصر يوضح المعنى ويؤكده ولو قال ترويك نهلة لما منع ذلك أن يكون الارتواء أيضا من ماء آخر لكن عندما يقول وليس يرويك إلا نهلة فهنا معنى لا يتوضح إلا بهذا الإسلوب هذا الارتواء لا يتحقق إلا من ماء الوطن وروحه لا تهدأ إلا من التعلق بحلم بحلم بيوم يعود فيه إلى الميماس ليشهد أعراس ندمان من جديد ويلتقي بالشباب الممتلئ حيوية وبالصبايا الحسام إذن هنا شلال من الذكريات دعني أقف هنا دكتور فراس يعني عندما يقول وليس يرويك إلا نهلة وليس المقصود فيه هو العطش الحقيقي وإنما هو التعطش والشوق إلى الوطن وطبعا هو يقول من ماء ذجلة أو سلسان لبنان طبعا في ذلك الوقت يعني لم يكن أنه في حدود تفصل سورية عن لبنان أو تفصل عن بلغ آخر وإنما هو شوقه إلى الوطن بشكل عام وحلم يومك في الميماس إذن هو حلم متجدد ومتعلق بماضيه عندما كان في الوطن جميل وهذا هنا لو وقفنا هنا عندما يذكر الأماكن هذا دلالة فيه دلالة على الواقعية على أنه لا يتحدث عن أمر موهوم هو هنا أيضا يستشهد بأبي أمثلة يراد منها الأصالة فعندما ذكر بيد قحطان هل هو في الحقيقة يعيش في الصحراء؟ لا لكن الصحراء رمز لأصالتنا لانتمائنا وكذلك تماما عندما سيذكر بعد قليل الكسبان وغيرها نعم أكمل تفضل من أنت ما أنت وكأنه يعني اشتقت من نفسه نفس أخرى يتحاور وإياها فمن يكون وقد انقسمت وقد توزعت روحه بين ماض جميل عاشه في الوطن وتحول إلى ذكريات وبين حاضر قريب ينهك جسده في الغربة يندفع صوت من داخله يقول أنا المغرب الذي ابتعد عن وطنه وقد انقسمت روحي شطرين فواحدة تلازمني في مسيري وأخرى مسكونة بحب الوطن لا تبارحه لو أتينا إلى هذا البيت لوجدناه ربما بيت القصيد إنه يخبر عن نفسه النفس الأولى يخبر عنها لو انتبهنا بجملة فعلية فيقول تسير سيري طيب ما دلالة الجملة الفعلية نعود إليها دلالة الجملة الفعلية التغير وعدم الثبات وعدم الثبات وعدم الاستقرار وهذا حقيقة واقعي هناك هناك لا يعيش حالة استقرار ومن ثم يستعمل فيها الفعل المضارع لما؟ ليدل على الاستمرار في السير عندما نأتي إلى النفس الأخرى نجده قد أوردها في سياق في جملة اسمية لما؟ ليدل على الثبات ثبات على ثبات نفسه الأخرى في الوطن وعندما خبر عن النفس الأخرى لم يستعمل المشتق استعمل المصدر قال أخرى رهن أوطاني لم يقل أخرى مرهونة بأوطاني لماذا؟ أنا عندما آتي لأصفة قاضيا أقول قاض هو قاض عدل أفضل من أن أقول قاض عادل عندما استعاملوا مع المصدر استذكروا أن المصدر هو أصلا للأفعال والمشتقات فهو إذن يريد دلالة الأصل يريد تأصل نفسه الأخرى في الوطن طيبنا نحن نسأل ما دام الأمر كذلك؟ لماذا ابتعدت عن الوطن؟ وكأنه يدري بما يجول في نفوسنا في أذهاننا فيقول بعدت أضرب في أسقاع الأرض سعيا وراء هدف هذا الهدف عقدت له العزمة وشددت الرحال والآن يأتي ليسورة خلاصة نهائية يظهر من خلالها نتيجة ترتبت على سبب فيقول ما إن أبالي مقامي في مغاربها وفي مشارقها حبي وإيماني إذن هو محب للشرق مؤمن بمبادئه هذا يجعله واثقا من أنه لن يذوب في مجتمع الغربة هذا الأمر يجعله لا يكترث بإقامته في بلاد الغربة وفي رأيي الأصيل يبقى أصيلا أينما ذهب في داخل الوطن كان أم في خارجه نعم دعني أعاق فقط وننهي داهمنا الوقت وانتهى وقتنا يعني هنا الشعر في هذا المقطع عندما يقول من أنت ما أنت من للعاقل وما لغير العاقل يعني مرة يكون عاقلا ومرة يعني يفقد عقله وروحه المشتتة لاحظ من خلال الانطلاق من الأسلوب الإنشائي الذي يدل على الغليان والجيشان المشاكل يقول أنا المهاجر أنا المهاجر انتقال من حالة إلى حالة وكما قلت هو سبب الهجرة أو الدوافع الكامنة وراء الهجرة هو البحث عن أو الوصول إلى أهدافه وأيضا عندما يقول ماء أبالي مقامي في مشارقها وفي مغاربها وفي مشارقها حبي وأمان إذن هو التعلق بقيم وطنه الروحية لا يسعني في نهاية هذه الندوة إلا أن أشكر زميلي الدكتور فراس عبد الحليم الموجه الاختصاصي في تربية اللادتية والآن سبشرى الصفدي المدرسة في تربية السويداء مع الشكر الجزيل لكل من ساعد في إعداد هذه الندوة الحوارية وعلى أمل اللقاء بكم في ندوة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة